اتكلم عن وصف العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل لما قال إنه أمريكا دي بابا ومش ممكن تغضب على الإبن اللي هو في هذه اللحظة نتنياهو أنا بقى أشير ليه للنقطة دي لأنه النهاردة مؤسسة من أهم المؤسسات اللي ليها مصدقية عالية على المستوى الصحفي والسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هي مجلة سياسية بس اسمها نيشن أو ذي نيشن كانت نشرة النهاردة يعني برضو نفس اللي كنا نتكلم فيه مع الدكتور مصطفى ونفس اللي هو أشار لي مش عرض على حدراتكم كل المقال بس عرض على حضراتكم العنوان بتاع المقال بايدن إزماد أتنياهو في صيرة سؤال هل بايدن غاضب فعلا من أتنياهو في صيرة سؤال والإجابة اللي بيقول بيقدمها الكاتب سبارمي سبارمي يعني ممكن أقولها لكم بالعامية البسيطة ارحمونا لأنه فيه دلوقتي أدبيات كده في الصحافة الدولية والصحافة الأمريكية أنه بايدن على توطر مع نتنياهو بينما الواقع على الأرض هو بيقول أن الواقع على الأرض ده مش حقيقي ومش مظبوط رغم منه بتنشره الواشنطن بوست الجرائد الكبيرة كلها إلا أنه يبقى الوضع على ما هو عليه في أسلوب إدارة أمريكا للوضع في غزة وطريقة مسندة أمريكا لإسرائيل في غزة حتى هذه اللحظة برحب بحرك معناه أهلا وسهلا تأكيد الكرامك وأنا جاي في العربية أهلا كان فيه خبر إن بايدن بيستعجل الكونجرس لموافقة على المبلغ اللي هتحاول مشروع المساعدة 6 مليار مش عابلت 6 مليار ده يؤكد وجهة نظر المجلة ويؤكد وجهة نظر أن احنا قابلوهم بشعارين ثلاثة صحيح مش ممكن ده قال لك إن لم تكن إسرائيل موجودة لخلقناها لصنعناه وقال لك أنا سألت أبوي يا بابا أنا ممكن أبقى صهيوني من غير ما أكون يهودي قال له طبعا يا ابني صهيح 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 عاشق تاني مختلف عم الزل واضح إن إحنا بنمر بلحظات صعبة ودقيقة جدا أنا عايز أسأل حالك لأنه مع الأسف إحنا بنحتاج نتكرر في أوقات كثير كتير أو نفكر نفسنا في أوقات كثير إيه محددات مصر من أي شيء مرتبط بفلسطين فلسطين دولة جوار على الخريطة الأول دول عمرنا نحن متشابكين معها مع قضيتها فروم دي وان وإحنا الحد الأول للعلاقات ما بينها وبين الدول العربية بالتأكيد مصر وحدود غزة طول عمرها عامل مستقل في تغيير علاقة فلسطين بالدول العربية خصوصا مصر بالدرجة أولى طول عمرنا بنحاول أن نرمم هذه الألاقة وانتقلنا من مرحلة طرف في الصراع والحرب إلى دخلنا في السلام في السلام تحولنا إلى وسيط في كل الحروب على غزة اللي فاتت كانت مصر هي السند وهي التي تحاول دائما أن تكون وسيطا عربيا فلسطينيا مش وسيط كده نيوترل لا بفوط لحل المشكلة وبالتالي انطبع في ذهن الجميع أن مصر أصبحت طرفا خالصا وإسرائيل لا تعدى مسائل من الدهاء والتلاعب وأحيانا الكذب أنا أسف في هذا لتغير الحقاق هم دول المصريين اللي بيقفلوا معبر غزة معبر رفح عشان ما وصلوش المساعدات للفلسطين عكسا عخيك تماما إنهم هم الذين رعوا الأنفاق ومصر هي اللي كانت بتسدي الأنفاق يعني إحنا عانينا بسبب حدودنا الشرقية دي الشمالية الشرقية كما لم يعاني أحد إسرائيل جاي بتستغيل لهذا الآن في طورية مصر ومحاولة استدراجها إلى مواقف صعبة وعنيفة ولكن الحسن الحظ أن مصر محتفظة بيدهدوها قدر الإمكان لكن حتى خطوط حمر واضحة حدودي خط أحمر وأنا دولة سايكسبيكو وأنا جاي بالتفاقية سايكسبيكو التأسيم وأنا جايب مثلا سنة 29 زي دولة تانية أول جاي زي 48 زي دولة تالتة في المنطقة ده أنا حدودي فرعونية ما حدش يهزر معايا أبدا أنا عايز أسأل سؤال المشاهد الحقر الحقيقة لأن المشاهد الحقر ده بيشوف المواقف الرسمية المصرية وبيشوف الإنترنت وبيبقى ما بين انفعاله وعطفيته وما بين اللي انتوا بتتكلموا فيه كأهل السياسة إيه اللي يخلي مصر كان السفير أحمد أبو زيد المتحدد باسم موزار الخارجية كلمة مبارح إيه اللي يخلي مصر تقرر إنها تسحب سفير أو إنها تبقي على سفير ولو حتسحب سفير تسحبه إمتى لو ما سحبتوش دلوقتي أنا بكلمك زي ما واحد قاعد على الانترنت لو ما سحبتش سفير تسحبه إمتى ولو إنت ما سحبتوش ما أععدوا ليه أو محتفظ بالشعر دي أنا ضد فلسفة سحب السفراء ضد فلسفة إن عندما يكون بينك وبين طرف آخر صراع تعمل خطيعة ده العكس وأنا قلت لنا مثلا للمكاتل الهند والباكستان يبقوا في حرب حرب عمليات عسكرية مدمرة وقصفة بالطهراء والسفراء موجودين في كاراتشي أو في إسلام أباد وفي نيو ديله أو ديله لا يوجد ده الشيء بالعكس تكسف وسائل الاتصال قد تحتاجه في رسالة عجلة قد تنبه تنبيه معين يظن السفيرة سفرت بقى لها مدة السفيرة وفقا للتصريحات السفيرة عبد أبو زيد أصلا مش موجودة أو مش موجودة في مصر أغلب أو معظم الوقت وهي تم إجلقها بشكل مباشر بعد أكتوبر على طول ومعظم سفراءهم برضو في الأردن عملوا نفس الشيء سفيرهم منك عشان يعني أرد فعل الجماهير والناس وإلاك إيه اللي يخلي صاحب القرار السياسي يعلن عن غضبه أو يمتص غضبه لما بيشوف استفزازات من الطرف الآخر مشكلة إسرائيل طول عمرها توزيع الأدوار تجد واحد يتكلم كلام هادئ والتاني عمالي نغوز فيه دلوقتي ما عندهمش توزيع الأدوار دلوقتي يمين متطرف متشد لا بس تلقى وزير يقول لك أن نضربكم بلا نووية حاجة كلها جنونية ما هو دا يعني دا المقياس دلوقتي متطلف حاجات غريبة جدا يعني لا تتصور ماذا يفعلون تعرف مشكلتنا إيه إحنا في صراع مع قوة إقليمية زرعت في المنطقة وقرر لها الغرب ألا تهزم أبدا